أهلاً وسهلاً بكم في الوحدة التدريبية العاشرة والأخيرة من الدليل التدريبي المنتج من قبل البحثة الأرضية مشتركة ومركز هداية هذه الوحدة التدريبية سوف نتكلم عن رصد وتقييم الجهود في الاستجابة للتطرف العنيف وسوف تقدم هذه الوحدة أساسيات الرصد والتقييم بما في ذلك تعريف المصطلحات الهامة والمبادئ التوجهية لتطوير نظرية التغيير واستراتيجية الرصد والتقييم كما أنها سوف تقدم أمثلة على كيف يمكن للرصد المستمر تعزيز المبادرات وفي نفس الوقت ضمان استمرارية التعلم إذن ما هو تعريف الرصد والتقييم ولماذا من المهم تضمينهما في برامج مكافحة التطرف العنيف الرصد هو عملية جمع البيانات خلال فترة البرنامج لتقييم المؤشيرات طيلة المدة وإجراء التغييرات المناسبة إذا لازم الأمر هنا نحكي أن كل خلال فترة أي مشروع نكون نعمل جمع للبيانات والمعلومات لا نعمل تقييم لها المؤشيرات وأثناء عملية الرصد نكون نعمل إجراء أو تحسين إذا لأينا في حاجة للموضوع التقييم هو تقدير منهجي منتظم لبرنامج ما لتحديد تأثيره وفعالياته على أساس المقييس والمعايير والأهداف أن أول ما نحط مشروع نكون حاطين مقييس ومعايير معينة بدنا نكون عم نقيم هذا المشروع أو هذا البرنامج على أساسه من بادي الأمر هل تتفق مع العبارة التالية؟ تعتبر عمليات رصد وتقديم جهود مكافحة تطرف العنيف كافية لمعرفة الأمور الفعالة في السياق الخاص يعني عمليات الرصد وتقييم الموجودة هلأ هي كافية لحتى أكون عم بعرف الأمور المنيحة والفعالة بالسياق الخاص هل تتفق مع العبارة أو لا؟ دعونا نرى كيف يمكن رصد وتقييم برامج مكافحة تطرف العنيف؟ كيف يكون أمراً باعثاً على التحدي؟ قد يكون الرصد والتقييم مكلفاً مثل ما منعرف عملية أنه نتابع وجمع المعلومات على فترة طويلة من مشروع ونضلنا بحالة تقييم دوري ممكن يكون مكلفاً بكلف مادياً بكلف موارد بشرية بحاجة لمهارات معينة الرصد والتقييم أيضاً هما من الأمور الفنية ويتضالبان التدريب والمهارة هن بحاجة لأشخاص عندهم المهارة ومتمكنين ومتمرسين قد لا تتم ملاحظة نتائج تأثير البرامج على المضى القصير هون إذا عم نحكي عن موضوع تطرف عنيف عم نحكي عن فترة طويلة من الزمن لأنه شيء له علاقة بالسلوكيات والمواقف فأكيد هذا الشيء ما بينقاس على الفترة الأصيرة نحن بحاجة لمضى طويلة نكون عم نقيسهم كرميل هيك واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون تحدق إنه ما منقدر نلاحظ نتائجه أو فعاليته على الفترة الأصيرة لا توصف البرامج دائماً بأنها برامج لمكافحة تطرف العنيف وهيدا الشيء بسبب حساسية طرح هيدا الموضوع غالماً ما يكون للبرامج العديد من الأنشطة مما يجعل من الصعب ربط مخرجات محددة بنتائج وتأثير محدد مثل ما منعرف بيكون في كتير أنشطة فكل نشاط عنده مخرجات وعنده نتائج معي دي مرات بيكون في صعوبة إنه يكون في ربط لقلهم ببعضهم كمان تحديات ممكن تكون عم بتصير بعملية رصد وتقييم البرامج الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت من الصعب بشكل خاص رصدها وتقييمها عندما يكون البرامج برنامج افتراضياً إذا عم نحكي على شي موجود صعب نكون عم نقيمه لأنه مما كان في يكون عم بيحط مثلاً لايك أو عم بيعطي تعليق منا قادرين نشوف ردود الأفعال فعملية التقييم والرصد ما بتكون دقيقة وكيفية العوامل الخارجية للبرامج قد تؤثر أيضاً في نتائجه وتأثيرها خلينا نعتبر أنه عندنا مشروع قائم فجأة صار في عندنا حادثة انفجار ما بمنطقة عم نعمل فيها مشروع طيب ما هيدا شي بيأثر على البرامج وعلى نتيجته وعلى تأثيرتها وعلى نحو المماثل التغيير هو عملية دينامية ونادرة ما تتحرك في خط المستقيم وذلك عكس معظم أدوات الرصد والنمازج المنطقية أكيد لما نكون عم نحكي عن موضوع مكافحة التطرف عنيف عم نحكي عن تغيير مثل ما قالنا بالمواقف وهيدا الشي ما بيمشي هيك بخط جالس أنه أكيد شي متغير بيرجع لورا بيزيع نحن بحاجة مرات نعدي لعلاه فهو ما أنه سهل مثل أنه نقيسه مثل معظم أدوات الرصد والنمازج المنطقية الموجودة مثل واحد زائد واحد بيساوي اثنان القصص اللي إلا علاقة بالمواقف والسلوكيات ما بتنقص على هيدا الأساس إذا تغيرت البرامج فقد لا يكون الرصد والتقييم مرينين أكيد لما بتتغير البرامج يعني أنا عندي هلأ ممول عندي برنامج معين بعدين إجا ممول تاني قالي بتغير البرنامج حسب أولوياتي هيدا الشي بيخلي عملية الرصد والتقييم لو كان مشروعي أنا مصنع فترة عشر سنين بس كل واحد شايفه بطريقة ما بيكون مرين التغيرات السلوكية والتغيرات في المواقف ليس من السهل القياس وهيدا الشي كنا عم نحكيه التطرف العنيف نادر نسبيا لذا فإنه من الصعب مراقبة التغيرات بشأنه طيب خلونا نشوف هيدا الجملة يجب علينا تضمين عمليات الرصد والتقييم في البرامج منذ مرحلة التصميم المبقر شو رأيكم فيها؟ يعني من أول ما منبلش نصمم لأي مشروع لازم نكون عم نضمن في عمليات الرصد والتقييم وأكيد هيدا الشي طبيعي لأنه لنكون عم نقدر نعطي تأثير فعال وإحنا قلنا عنا كتير تحديات نحاول نخفى من هيدا التحديات إذا منحط عمليات الرصد والتقييم ببرامجنا من بداية تصميم للمشروع هيدا الشي بخفف من التحديات يجب أن يشمل تصميم إطار للرصد والتقييم ما يلي لنحط عملية أو إطار للرصد والتقييم شو لازم يكون عنا؟ أولا تحقيق الضقيق للنظرية التي سيتبعها المشروع أو البرنامج أو السياسة في تحقيق تغيرات إيجابية واللي بنسميها نظرية التغيير اللي هي موجودة عادة أنا هيدا المشروع شو بدي منه؟ لو أين بدي أوصل؟ من بعد هيدا الأنشطة شو النتائج والمخرجات اللي أنا بدي أوصلها؟ هيدا اللي يسمى بنظرية التغيير اللي حنكون عم نشوفها خلال وحدتنا التدريبية تحديد أهداف وغيات وأنشطة جيدة هيدا واضح تحديد تحديد كيفية قيام المنفذين لبرامج مكافحة التطرف العنيف في قياس درجة تحقيق الأهداف وأنجاز الأنشطة من الأول بنا نكون عم نقول بهيدا الطريقة أنا بدي إيس التغيير بهيدا البرنامج التخطيط للوقت والطريقة التي ينبغي من خلالها أن يتم الرصد والتقييم يكون في وقت مناسب وكافي لعملية الرصد والتقييم تخصيص الموارد اللازمة للرصد والتقييم هنا عم نحكي عن موارد بشرية وموارد مادية بما أنه حكينا عن النظرية التغيير خلونا نشوف شو يعني نظرية التغيير هي تفسير للعلاقات السببية التي تربط الأنشطة بالمخرجات المقصودة والمرجوة منها والتي تؤدي إلى النتائج اللاحقة وأخيرا إلى التأثير المنشود هوني عندي أربع كلمات مفتاح أول شي عم نحكي عن علاقة سببية يعني فيه شي مرتبط بشي مسبب لشي الأربع كلمات اللي هني مثل ما قلنا كلمات مفتاح أن الأنشطة مرتبطة بالمخرجات اللي طالعة بتأدي لنتائج لا نحصى على تأثير موجود هني هون الأربع كلمات أنشطة مخرجات نتائج ثم تأثير هنعطي بعض الأمثلة على نظرية التغيير لنشوف شو منعني فيها إذا كان الشباب المعرضون للخطر المعرضون للتأثر بالراديكالية والتطرف العنيف يشعرون بالتمكين وأنهم قادرون على إحداث فرق في مجتمعاتهم من خلال الآليات السلمية فأنهم سيكونون أقل ميلا إلى دعم أو المشاركة في أنشطة التطرف العنيف بد يكون في عنا إذا فأنهم مثل ما ملاحظينهم إذا أتيحت الفرصة لأعضاء المجموعات المتميزة لمناقشة وجهات نظرهم وستراتيجياتهم لتوطيد العلاقات مع بعضهم البعض فأنهم سيكونون أكثر تسامحاً مع بعضهم البعض وستقل احتمالية دعمهم للتطرف العنيف على أساس اكتساب قدر أكبر من السيطرة على السلطة داخل فئات الهويات الأخرى يعني هون دايماً عنا كلمتين مفتاح إذا فأنهم إذا عملنا هيك فأنه هيكون هيك مثل ما قالنا أنشطة مخرج نتيجة تأثير طيب شو نقصة بالمخرجات يشار إليها غالباً Outputs بالإنجليزي هي منتجات قابلة للقياس عادة ما يتم تسجيلها كرقم لأنشطة أو خدمات برنامج ما وغالباً ما تكون تدابير مسجلة من حيث الوحدات المنجزة يعني عندي عشر أشخاص حضروا جلسة توعية عن التطرف العنيف عشرة رقم عشرة حددوا بالرقم المخرج تاعي هني عشر أفراد تلقوا هاي المعلومة تشمل الأمثلة عليها تقضي من المشهورة والتوجيه للشباب المعرضين للتأثر بالراديكالية والتطرف العنيف تمويل مشاريع القواعد الشعبية ودعمها فنياً تصميم حملة توعوية لقادة المجتمع لمنع الراديكالية والتطرف العنيف النتائج يشار إليها غالباً بالأوتكامز هي أي نتائج لأنشطة أو خدمات برنامج ما عادة ما يتم تسجيلها نوعياً وغالباً ما يتم التعبير عنها من حيث التغيرات في السلوك أو الموقف يعني إذا أنا كنت أقول كلمة معينة عشر مرات بنهار بعد عشر سنين من هلأ صرت أقول هيدا الكلمة ثلاث مرات أنا هيدا التغيير اللي قدرت إيسه عم بعمل تغيير نتيجة إنه أنا تغير موقفي بعشر سنين هالقد عدم خلينا نقول يمكن أن تكون مقصودة أو غير مقصودة والأمثل علي عدم انضمام أعضاء تم فك ارتباطهم إلى جماعات المتطرفة العنيفة مرة أخرى بعد ستة أشهر من طلق الدعم مثل ما قالنا يعني أنا كنت أعمل هيك صرت أعمل هيك تنامي ثقة المجتمعات المحلية في الحكومة المحلية واعتقادها بأنها تمثل مصالحها طلب أفراد الأسرة الدعم من الجهات المعنية عند شعورهم بالقلق إذا التطرف المحتمل لقريب لهم التأثير يشار إليها غالبا بإمباكت وهو التأثير أو التغيير القابل للقياس لبرنامج على الفئة أو الفئات المستهدفة ويمكن أن يكون مقصودا أو غير مقصود مباشرا أو غير مباشر يمكن تحديده من قبل الجهات المانحة خلونا نشوف شو هي الكلمات المرجح أن تراها في عبارة التأثير المقصود لبرنامج أو سياسة مكافحة التطرف العنيف والمنشود منه خلينا نفكر بالكلمات التي قد تكون مرجحة طيب كيف نقص هذه التغييرات والتأثيرات؟ حكينا عن الإمباكت ولا نحكي عن التأثيرات أو التغييرات المؤشرات هي قياسات لأنواع وعمليات التغيير مثل المواقف، السلوكيات والعلاقات هذا الشيء حكينا عنه لما نحكي عن مواقف وسلوكيات وعلاقات حكينا عنه بموضوع النتائج بس هنا نحكي عن قياسات هذه المؤشرات هي اللي بتخلينا نقيس عملية التغيير أنواع المؤشرات المختلفة تشمل مؤشرات الأداء وهي المستخدمة لقياس أداء البرنامج مقابل النتائج المنشودة يعني شو تغير قصنا؟ شو الأداء كان مقابل النتائج اللي نحن طالبينا؟ مؤشرات العملية التي تقييز جودة العمليات بدلا من نتائج إجراء معين وتكون مفيدة في التحقق من جودة التغيير وليس حدوصة فقط ما عم نحكي إنه شي صار قدي الجودة تعيته قدي كانت عن جد تركت أثر يعني بدل ما واحد ياخد خمسة من عشرة يعني نجح لا جودته أخد تسعة من عشرة على الشغلة جودة الشغلة مؤشرات السياق التي ترصد التغييرات الرئيسية في السياق التي يعمل فيه المشروع فيما يتعلق بديناميات مكافحة تطرف العنيف المحددة والتي يمكن أن تؤثر في أداء المشروع أو تمثل فرصا جديدة أما المؤشرات البديلة التي تراقب العلامات ذات الصلة على الرغم من أن ذلك يتم بشكل غير مباشر على حدوث تغييرات معقدة أو صعبة القياس يعني هيدا الشي منكون عم نشوفه بشكل غير مقصود وغير مباشر إشياء منكون ما لنا منتبهين له أو ما منكون بشكل مباشر قصدينه من لقيها عم تتبدل لحالة طيب شو التغييرات اللي نحنا بدنا نشوفها خلينا نشوف مين هنه زبتكن الجهات الأساسية بعملية التغيير أول شي منشوف المنظمات الشريكة الموظفين الموجودين بهذا البرنامج النظام ككل والمستفدين من البرنامج شو التأثير؟ تفكر في التأثير الذي تريد تحقيقه بشأن التطرف العنيف وفي عندنا هول الأربع أنا شو التأثير اللي بدي أعمله بالمنظمات الشريكة اللي عم بتساندني؟ موظفين هيدا البرنامج المستفدين من البرنامج وبالنظام ككل عم بحكي عن السيستم المنظومة ككل كيف يمكن لمخطط التأثير البياني الخاص بك أن يتحول إلى نظرية تغيير؟ المخطط اللي شفناه من شوي اللي هو التغيير اللي أنا بدي أشوفه بالجهات الأربع كيف هيدا الشي ممكن يتحول لنظرية تغيير؟ خلينا نشوف نظرية التغيير مثل ما قلنا هي تفسير للعلاقات السببية التي تربط الأنشطة بالمخرجات المقصودة والمرجوة منها والتي تؤدي إلى النتائج اللاحقة وأخيرا إلى التأثير المنشود هون منعتزر في غلط بالالتباعة بس هو مثل ما قلت هي تفسير للعلاقات السببية التي تربط الأنشطة بالنتائج بالمخرجات المقصودة والمرجوة منها والتي تؤدي إلى النتائج اللاحقة وأخيراً التأثير المنشود طيب، شو الممارسات الجيدة بعملية الرصد والتقييم برامج مكافحة التطرف العنيف؟ أولاً، ضمان أن عمليات رصد وتقييم برامج مكافحة التطرف العنيف تقودها الأهداف وصالحة للاستخدام قابلة للتحقيق وصحيحة أهداف صالحة للاستخدام قابلة للتحقيق وصحيحة أنه الأربع نقاط أساسية لن نحكي عن ممارسات جيدة ابدأ عملية التصميم مع تحتيب احتياجات المجتمع والسياق لنعرف نحط أهداف حسب هذه الاحتياجات احرص على مراعاة الصراع أو النزاع وقم بتضمين نهج عدم الإدرار على كافة المستويات والأصعدة ادمج منظوم الجندر في كل جزء من عملية الرصد والتقييم اسمح بشيء من المرونة لانتهاز الفرص الجديدة التي تنشأ أو لملاءمة البرامج برنامج بطريق يتجنب المخاطر ما نكون عم نقول أنه خلاص هيك المشروع ما فيني غير لا يكون عمنا شوية مرونة لأنه مرات البرنامج بيتطلب مننا أنه ندخل أو نعدل عليه لأنه هذا موضوع له علاقة بالمجتمعات المحلية حدد بوضوح نظرية التغيير الخاصة بك وقعد النظر فيها بشكل متكرر لمواصلة التركيز على أهداف البرنامج لازم يكون عندنا نظرية تغيير واضحة بالنسبة لألمه اجعل التقييمات تتجاوز مجرد قياس المخرجات والنتائج والتأثير بحيث تقيم ما إذا كانت نظرية التغيير صالحة بناء على محصلة النتائج يعني هم ما بس نكون أنه يلا عم إيس الأشياء اللي طلعت معي المخرجات والنتائج لا خليها تكون صالحة لحتى بناء على محصلة النتائج أنه عن جد أنا أقدر أتحقق نتائج صالحة لنظرية التغيير اللي هي استراتيجية الكاملة اللي أنا بدي أوصلها استخدام باحثين محليين أو منظمات محلية في عملية الرصد والتقديم لضمان فهم السياق على نحو كامل هم عم نحكي عن مجتمع محلي فأنا بحاجة لناس أن المجتمع المحلي لا يكونوا قادرين أول شي يحكوا اللغة المحلية ويتمتعوا بوصول أفضل للمشاركين والشركاء ما يكونوا الناس خايفين لأنه عم نحكي بموضوع حساس وتفاهمهم لمجال مكافحة طرف العنيف يعني بحسين فعالين من مجتمع محلي بيحكوا لغة المجتمع المحلي نفسه هم عم بحكي عن اللغة عن اللغة هم بحكي عن بيعرفوا فهمنين السياق المحلي قادرين يعرفوا الناس كيف يفكروا لحتى يوصلونهم بشكل أفضل قم بحماية البيانات من أنشطة الرصد والتقييم الخاصة بك أشرك الشركاء المتعددين مثل الحكومات والجهات المانحة والبحثين المحليين والشركاء في البرنامج في تصميم عمليات الرصد والتقييم شارك نتائج ما تتعلمه لمساعدة الآخرين على التعرف على الأمور المسميرة وتلك غير المسمرة في سياق معين يعني ما نخلي نتائج البحث لألنا خلينا نفيد غيرنا كمان للي عم يشتغلوا بهذا المجال مجال مكافحة التطرف العنيف وأخيرا النقاط المستفادة الرئيسية من الوحدة التدريبية الأخيرة يعمل الرصد والتقييم على تحديد النهج الفعالة في منع التطرف العنيف ومكافحته الطبيعة المعقدة والحساسة لجهود مكافحة التطرف العنيف ترجع الرصد وتقييمها أمرا باعثا على التحدي ولكنه ليس مستحيلا إلنا عنها تحديات كثير بس كمان لأينا الطرق فينا نخفف من هذه التحديات الموجودة تقدم مجالات أخرى رؤى ودروسة مستفادة حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجه رصد وتقييم جهود مكافحة التطرف العنيف هناك مجموعة متناوعة من الطرق والأسليب الكمية والنوعية لتقييم فعالية جهود مكافحة التطرف العنيف لازم نكون أخذين معين الاعتبار النقاط المستفادة الرئيسية وليازم نكون عارفين أنه في مجموعة كثير متناوعة من الطرق والأسليب اللي بقدر كون عميس فيها جهود مكافحة التطرف العنيف بتشكركم كثير لأصغاءكم للوحدة التدريبية العاشرة وإن شاء الله تكونوا استفدتم من دليلنا تدريبنا كله وأهلا وسهلا فيكن باستماعنا وبالوحدة التدريبية العاشرة ترجمة نانسي قنقر